انسحبت قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها عقب عدوان جديد استمر نحو تسعة ساعات وكانت قوات الاحتلال مدعومة بأكثر من أربعين آلية عسكرية وجرفات اختحمت المدينة ومخيمها وانتشرت في حي الزهراء ودوار الداخلية وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع ما أدى لإصابة سبعة مواطنين اشتركوا في القناة